المبارات الثاني اللي تلعبت اليوم في القروان بين شبيبة القيروان وتراجي رياض دي تونسي تراجيها دي تونسي ينتصر برباعية تسع هدف يزوز جولات قوة ضربة بالنسبة لهجوم التراجي نتفرجوا مبعاظنا تفاصيل المبارات التراجي بريسك بنفس التشكيلة اللي لعبت في بجاية يتنقل في دي بلاس مصعيب للقروان ويقابل الشبيبة اللي عنده ستة جورنيات وما ربحت حتى طرع التراجي خذب زباية من أمور من الأول وربوع ساعة لعب كانت كافية باش افتاعة جويني ينتيج الكورة عند جياسكاء لمهاذ بحبي سنتر كورتو تضرب في ظهر الحكم وترجع كونتر للتراجي لمحير سياخو الكورة ويتوغل يعدي لجويني اللي مركب بونتوه السادس السيزون هذي وبونتو احتج عليه البنك الشبيب خمسة دقائق بعد بونتوه الكورة توصل للجويني اللي بتالو نضح له يخرج الرجايبي فسفاسم على القلع اللي بدوره ماذا يعش الكورة بملك الثاني وحتى هي خاصة هاتين بليش الشبيبة ماريناها كان فيها كسون واحدة في الأتاك وكانت عن طريق صبري العماري لكن دفاع لمكاشغة كان اسبق منه التراجي كان واقف مليح والخطوط الثلاثة متاع وكان اقرى من بعضه الشي اللي يخليه الجاري الميتون كيف ما يحب ويكملوا متقدم الثين بليش بخمسة ربين دقيقة ثانية كنا نظنوا انه باش نشوفوا رياكسيوهم جوارات القروار لكن ما فاما شي وحتى الكورة اللي شكل تختار على بيش ريفية كانت من تصويبها من ترنت سانك من العيون 12 دقيقة لعب الخنيس ياخو بلاستجوين اللي وفقه اللامس له للكورة يضيع كورة الثالث كيفية غريبة الشعلالي اللي دخلوا عمر صويح مع بداية الشوط الثاني في بلاستب جير عمل ميتون كبير وكانوا وراء البونتو الثالث والرابع 30 دقيقة لعب الشعلالي يراوغ في السنتر ويمد بباس حلوه في البروفوندور المحيرسي اللي مايراتيش ويماركي الثالث الخنيسي اللي عنده سبع جولات ما ماركيش وبالتحديد من طرح المتلوي عرف اليوم طريق الشباك وسجل الهدف الرابع للتراجي والحادش ليه في سيزون هذي في الوقت البديل ماتش متميز للتراجي قدام الشابي بقى داء ونتيجة وهزيمة ثالثة على التوالي لجياس كا تزيد تعقد وعيده في اخر الترتيب ويولي بينه وبين صاحب المركز الاخر كان ستة نقاط اشتركوا في القناة